السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفاتي السريعة اليوم سوف نقدم لكم رغيفات مورقين كي جوا فعلا رائعين بعجينة سحرية حضرها دفعة واحدة نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرة ممتعة عندي كمكونات في هذا الوصفة عندي هنا اربع حبات من الجزار يكون محكوك بهذه الطريقة عندي مئتين وخمسين جرام او ثلاثمية جرام من الكبدة انا صلقتها هنا باش تحيد لديك سفوريا وقطعتها الى قطعة صغيرة ثلاث حبات من القرع الاخضر حبتين كبيرتين من البصلة تكون مشلدة وحبة من الفلفل الاحمر وحبة من الفلفل الاخضر مقطعين بهذه الطريقة هدي انا عندي دايما متوفرين في المجميث وهنا يا عندي جبن محكوك وكذلك التوابل اللي غادي نحتاج كناخدو مقلات كنوضعو فيها القليل من الزيت ثم غادي نوضعو البصل انتعنا باش يهبطلينا كناخدو القليل من الفلفل الاسود كذلك والقليل من الملح وغادي نحركها ونخليها حتى كنت هبطلي البصلان تاعي ونرجع معاكم سوف نحركها بهذه الطريقة هدي ضروري كل ساعة تحركوها سوف نحركها بعد ما هبطت فغادي ناخد الجزر وغادي نضيفه ثم القلعة الاخضر وفلفل كذلك الحجوة كتبقى اختيارية فقط كن نبغي نشاركو معاكم التفاصيل سوف هنا كنضيف القلعة الاخضر وكذلك الفلفل الاحمر والاخضر والحجوة كما قلت لكم كتبقى اختيارية سوف هنا كنضيف التوابل كنخلي بداء الخضرات ديالي تهبط لي واحد شوية عد تنضيف التوابل وكتبقى وتحركو اخترا اخترا بهذه الطريقة هدي سوف هنا غادي نضيف القليل من الفلفل الاسود و Tropفل الاحمر وحدي ملعقة كبيرة هنا لدي ملعقة صغيرة فاااااا قاعد نذ ملعقة كبيرة وقليل من القصبور اليابس قليل من سكينجبير وقليل من الملح والقصبور معدنوس والتمات دائما كيكونوا متوفرين في المجمد كذلك وكن نحركوا التوابل مع الخضراء صافي هنا كنحركها اخترا اخترا حتى كنت هبطلي وكنت نشفلي من الماء كيما كتلاحظوا راه تلقاتلي الماء لانا الفلفلة انتعي كنت في المجمد وصافي هنا يبدأ كنت تنشفلي تماما هناك نوضع واحد الحفرة اللي هي صغيرة وغادي هبط للماء ديال الخضراء في الواسط وككي نشفلي ضغياء بهذا الطريقة هدي كتنشف بسرعة صافي هنا يارها انشفتلي فغادي نضيف الكبدة انتعي وكن نخلطه مزيان وكن نخليها واحد شوية تزيد تنشف والحشوة ديالنا ها هي وجدات بس بتنسوناش من واحد لايك للفيديو واشتراك في القناة واللي دخل جديد يشارك في القناة صافي هنايا كتبقى صلصة حارة اختيارية لكم ضغطها في الاخير الشوكرة هانشفت صافي غادي نطفعليها النار وكنخليها تبردلي جانبا اول حاجات الحشوة هي اللولة انكم تصوبوها لانا كتاخدوا واحد الوقت وباش تبردليكم ما تضغيوهاش في العجينة وهي سخونة صافي هنايا كنناخد العجين تعين دي 500 قرام منذ الدقيق المنخول عندي بيضاء واحدة ملعقة كبيرة من العسل يمكن تعويضه بملعقة كبيرة من السكر وهنا عندي غادي ناخد واحدة ربعة ديال المعالق ديال الزيت او خمسة صافي كتضيفو القليل من الملح وهنايا غادي نبدا نعجن العجينة انتعي العجينة كتكون متماسكة قليلا تبقى وضيفو الماء شوية بشوية حتى كنتجمع لكم العجينة صافي هنايا بعد ما جمعتها هنتو ما كيكا تكون صافي غادي نوضعها فوق سطح لعمل وكندلكها زيان حتى كتولي لينة صافي هنا يرا ندلكتها غادي نوضعها في الكساعة نتاعي وكنخليها ترتاح لي مدة نصف ساعة هنايا بعد ما ارتحت ليا فصافي كنناخدو العجينة تعنا وكنقطعوه الى اربع كورات تكون متساوية الحجم ندهنهم بالزيت وكنغطيهم وكنرتاحوا لي ايا وحد الخمسة ديالبقائق ونرجع معاكم هنا بعد ما ارتحوا لي ايا هنتو ما فكنناخدوه هنا ايا وحد اربع ملاعق كبيرة من الزبدة وقليل من الزيت باش غادي نوضعه في سطح العمل وكننطلقو الكورة داعنا مزيان تحاولوا انكم تطلقوها مزيان حتى كيبان سطح العمل يعني تكونوا رقيقة وهناك تستعملوا الزبدة فقط مزيان 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 ودائما استعمال الزبدة كل ما تطويه كل ما توضعو الزبدة ها هي اللي غادي تورقها وسوف ناخد الكرة الثانية وغادي نطلقها بنفس الطريقة هنا غادي نوضع كذلك الزبدة وكانتوي سوف نستمر بنفس الطريقة حتى غادي نكمل كمية كاملة ونرجع معكم سوف هنا ايان بعد ما طويتهم فكتاخدوا العجينة الاولى اللي طويتوا وكتستبلوا الزبدة هنا في الطريق فانتو ما غادي نطلقوا زيان العجينة تكون مستطيلة جيدا وتكون رقيقة كتاخدوا الحشوة ديركم كتوضعوها جانبا كما تلاحظوا في الفيديو مستطيلة جانبا كما تردوا العجينة على الحشوة وكتستطيلوا بهاد الطريقة هادي بحال شكل ديال فقاس وهنا راه الدهنو كل دهنو العجينة عادي بدأوا تستطيعوا الدهنو بالزبدة عادي بدأوا تستطيعوها كما تلاحظوا سوف نوضعها في صفيحة الفرن اللي سبق لي حتت فيها ورق الزبدة هانتو ما او الدهنو مزيان صفيحة الفرن تعقوم بالزبدة صفيحة ناخد العجينة الثانية كذلك هو نفس الشيء فغادي نطلقها مزيان وصفيحة نستمر بنفس الطريقة حتى غادي نكمل الكيميا اللي عندي ونرجع معاكم صفيحة ايام بعد ما اكملت فاكتاخدوا صفار بيضاء مع القليل من الصصجة او الحليب او الخل اللي متوفر عندكم وكندهنوهم من الفوق بهذا الشكل هذا اشتركوا او الحليب وصفيحة انك تاخدوا السمسم بقى اختيارات ثانوج ثانوج فهو كي توضع في الموم اللي حتى كي يجي في الان رائع سافي غدينا نقطعهم هنايا بالموس في الاول كتقطعهم في النص وفي الثاني كتقطعوا كلها نص على ثلاثة يعني كتضوزوهم للفوق وصافي هنا غدي ندخلهم للفرن على 180 درجة احتر كي يتعبون لهم اللي تحت مديان عد كردوهم للفوق وصافي كان هذا هو الشكل النهائي كي يجي فعلا رائع او رغيفة مورقين بعجينات المسمن كي يجي فعلا رائع كي يستحق تجربة وتقرميشة يا سلام ويعجبكم فيديو ديالنا ديال اليوم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا دائما الجرس ليصلكم الجديد كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم وديروا لايك للفيديو وهنايا غدي نورقكم التورق عليهم فرضيا انتما كيجيوا مورقين رائعين شوفوا الورق اللي دايرين كيجيوا فعلا رائعين اتلقوا في وصفات اخرى ان شاء الله رمضان مبارك سعيد الى اللقاء شكرا شكرا شكرا